أكد وزير الخارجي روسي سارجي لافراوف أن مصر تعد دولة رائدة ومن أكبر الاقتصادات وأكثرها تأثيرا في شمال إفريقيا وجامعة الدول العربية وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون بريكس قال لافراوف أن هناك عددا من الدول الرغيبة بالعضوية الكاملة في مجموعة بريكس حيث سيتم النظر في هذه المسألة خلال العام المقبل مصر دولة رائدة ومن أكبر الاقتصادات وأكثرها تأثيرا في شمال أفريقيا هكذا أعلن وزير الخارجي الروسي لافراوف تعقيبا على انضمام مصر رسميا إلى بريكس وذلك في بداية العام الجاري لافراوف أكد كذلك أن مصر تحظى بالاحترام في العالم ما يعزز مكانة وشعبية مجموعة بريكس نفسها الوزير الروسي أشار في الوقت ذاته إلى وجود عدد من الدول الرغبة بالعضوية الكاملة في مجموعة بريكس حيث سيتم النظر في هذه المسألة خلال العام المقبل بعد الاتفاق على معايير تشكيل فأة الدول الشريكة وزير الخارجية أفاد كذلك بأن الرئاسة الروسية وجهت دعوات إلى بعض الدول التي طلبت الانضمام بعد قمة كازان الأخيرة خاصة وأن هناك أكثر من عشر دول من هذا القبيل تتمتع بالإجماع بين أعضاء بريكس الحاليين موسكو أكدت في الوقت ذاته أن دول بريكس وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات طرق الدفع البديلة فيما يتعلق بالعملة موسكو أوضحت أيضا أن نظام الدفع كان مدرجا على جدول أعمال القمة في كازان وفي الاجتماعات التي عقدت على مدار العام بين وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية وتم بالفعل تطوير التوصيات لكنها ليست نهائية في وقت أصبح من الممكن بالفعل البدء في إنشاء أنظمة موثوقة ومستدامة وطويلة الأجل موسيقى